نقابة السيادلة طلعت القرار قالت ايه في القرار نبيت على كل السيادلة انهم ما يدوش حقا لأي مريض جوه الصيدلية هل القرار ده جديد لا القرار ده صادر ومنصوص عليه في قانون السيادلة الصادر سنة 59 وبيمنع على السيادلة انه يدي حقا طب لين قبت السيادلة فائت النهاردة وقررت تعمل القانون ده عشان فيه صيدلانية في محافظة الاسكندرية ادت حقا لطفلتين نتج عنهم انهم ماتت الصيدلية اللي هي الطفلتين ايمان وسجدة وشهود قالوا انها ادت الحقن عمدا مما افضل الى موت الطفلتين ايمان وسجدة طبعا ده قضية ونيابة وكلام ده مش ما اتكلم عليها بس رأت وكاء نقابة السيادلة انها عليها تحمي اعضاء فقالت الله اه عليها باي يا عم بلاها ان السيادلة السيادلة يدو حقا طبعا ده هيعمل لك مشكلة اول حاجة انت علشان تاخد حقنا كده يبقى لازم تاخدها في المستشفى اقرب مستشفى ليك بس احيانا مثلا بتقابلك مشكلة يحدث تعب يحدث تعب مفاجئ فجرا مثلا فالتعب المفاجئ ده يحتاج مني ان انا احصل على حقنا فبتصل بقى عرب صيدلية طب الحل الوسط ايه مثلما قاله المسؤولين في نقابة الاطباء بقى مش نقابة السيادلة قالك السيادلة يتدربوا على اعطاء الحقن يبقى انت مش تمنع انت اتدرب الصيدلي ازاي يعطي حقن بس انا هنا هجا هتحفز اكتر وقولك ايه للأسف الشديد ان اغلب من يبيع لنا الادوية في الصيدليات ليسوا صيدلة ده فنيين ده عمال بيقرى كده الرشدة ده في اقصى الصعيد والريف ما انت اجيب صيدلة هتديله خمس ست تلاف ازاي ده ربما اكتر يعني فيقولك الوقت ده يعد كده كم ساعة وياخد له بكوين ثلاثة في الشهر بدي ريالة الرشدات ايوة باشا بس خلاص فبالتالي انت عايز تدرب بينا انا رأيي شخصي رأيي شخصي ان احنا لازم نفسنا حتى كمواطنين يعني الحقن اللي هي في العضل الحقن في العضل يمكن انت تدرب على اعطاء نفسك هزي مش نفسك يعني اعطاء افراد الاسرة هزي الحقن بس في حقن بتحتاج تحليل تحتاج يعني انا مثلا عند حساسية ضد الحقن او لا ده بقى محتاج طبيب محتاج اختبار حساسية يعني ده كلام مهم جد لدرجة ان وزارة الصحة مثلا قالت ان حقنة البرد المنتشرة في الصيدليات ينبغي على المواطن اللي هيحصل عليها الا بروشيتة من الطبيب المختص لان هذه الحقنة قاتلة تحذير شديد اللاجة من وزارة الصحة ان الحقنة قاتلة بتاعة البرد يعني ايه اروحي الصيدليات اقول له اديني حقنة ضد البرد يعني ما فيش حاجة حتى علميا اسمها حقنة ضد البرد انا بقى تعب اروح للدكتور يديني مضاد حيوي يديني فيتامين يعني يعني فيتامين سي ده العالم دلوقتي فيه ثورة كبيرة يوقف المضادات الحيوية لانها خربت الصحة العامة يعني وخلت الفيروسات تقوى بشكل كبير وبالتالي دي قضية لازم تشتبك مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة مش ان يطلع القرار الغاء او منع الصيدلي انه يده حقن طب اذا ما كانتش الصيدلي يديني حقن هخبط على الجرامب اللي يدوني حقن طب على علم ده الصيدلي دارس تشريح جسم الانسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر